السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر أسأل الله أن يؤثر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا وأن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن اللهم أمين مع تفسير بعض الآيات من صورة الأنعام مطلعها قول الله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لِإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا الآيات قال تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ أي أَقْسَمَ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فإن قال قائل هل كان أهل الشرك يقرون بالله نعم كانوا يقرون بالله لكن يعبدون معه آلية أخرى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ قال تعالى وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكْ فأمطر علينا حجارة من السماء يؤتنا بأعذاب أليم فكانوا يقرون بالله عز وجل ربا وخالقا ورازقا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فأهل الشرك كانوا يقرون بالله ولكن يعبدون معه أليهة النخرة وكان يحجون ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يضيفون ضلالا يقولون إلا شريكا هو لك تملك وما ملك فكانوا يتبعون الحق بالباطل فالشهد أنهم كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى ولم يكونوا يجحدون ربهم سبحانه وتعالى لنما يعبدون معه أليهة أخرى قال تعالى وأقسموا بالله أي أقسم أهل الشرك بالله زهد أيمانهم مجتهدين في الأيمان وصور الاجتهاد في الأيمان متعددة منها تكريرها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها كان يقول والله 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 يقسم والله 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 ومن صور توكيد اليمين أيضا أن يقسم بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر ومن صور توكيد اليمين عند المسلمين أن يحلف بعد صلاة العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر اليمين فأهل الشرك أقسموا بالله مجتهدين في الأيمان جاد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها فهذا قسمهم قالوا لرسول الله صالح كانت له آية عليه السلام آية ما هي قالوا جاءت هناقة خرجت من بطن صخرة إبراهيم ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما موسى كانت معه العصر التي انفلق بها البحر وأخرج يده بيضاء للناظرين وكذلك داود عليه السلام ألان الله له الحديد وسليمان سخرت له الريح والطير والشياطين اتنا بآية اجعل لنا الصفة ذهبا وقالوا أيضا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا فأهل الشرك أقسموا بالله لإن جاءتهم آية ليؤمنوا بها وقد بيّن الله سبحانه أعظم آية على رسول الله قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم هذا أعظم الآيات وأجل الآيات وقد أيد الله رسوله بآيات كنشقاق القمر كرحلة المعراج كنبع المين بين أصابع الآيات التي طلبوها قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله ليس من شأن أن آتي بالآيات الله هو الذي يأتي بالآيات أنا إن فعلت سأسأل أسأل ربي لكن ليس لي أنا الإتيان بالآيات إنما هذا ما رده إلى الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ما الذي أدراك أنك إذا جاءتك الآية ستؤمن قد تأتيك الآية وتستمر كافرا لا تظن أن قلبك الذي في صدرك بيدك الله قال وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه فقلبك الذي في صدرك ليس لك تحكم عليه فمن ثم نرى رجلا أو شابا يحب فتاة فيها كل الصفات الدميمة لكن من الذي ملأ قلبه حبها إنه الله فقال تعالى وما يشعركم ما يشعركم أنكم ستؤمنوا إذا جاءت الآيات هل تظن أنك تملك قلبك لا أنت لا تملك قلبك في الحقيقة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون من العلماء من قال لا هنا لتقوية الكلام ليست النافية كما قال تعالى وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أي محرم ممنوع على قرية والتي ترجع إلى الدنيا ثانية فلا هنا لتقوية الكلام كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك كقوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله فقوله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ قال فريق من المفسرين المعنى وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ سَيُؤْمِنُونَ فأنت لا تظن أن الأية إذا جاءتك أنك ستؤمن مرد ذلك إلى الله سبحانه أعمال القلوب موكولة إلى الله ومن ثم قال تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهَ أَوَلَ مَرَّةً يعني نحن الذين صرفناهم عن الإيمان قبل مجيء الآية وسنصرفهم عن الإيمان أيضاً بعد مجيء الآية فالذي يصرف عن الإيمان هو الله والذي يقذف الإيمان في القلوب هو الله فلا تظن أن الآية ستجعلك تؤمن لا تظن من الذي يجعلك تؤمن هو الله فالآيات لا تنشئ إيماناً في الأصل إلا عند من أراد الله له الهداية وإلا فقد كذبت أمم سابقة بالآيات القوم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام رأوا إبراهيم عليه السلام يخرج من النار بعد أن ألقوه فيها جمعوا الجموع وقذفوا الخليل فيها عليه السلام فكانت عليه برداً وسلاماً ومع ذلك لم يؤمنوا وصفوه كما وصفوا غيره بالسحر وغير ذلك فقوله ونقلب أفئذتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أي ونصرفهم عن الإيمان كما صرفناهم قبل مجيء الآيات إليهم قال تعالى ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونظرهم في طغيانهم يعمهون أقول قد جاء آل فرعون النذر ولكن كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائك وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أفادت الآية الكريمة أن الهداية من عند الله الهداية من عند الله لا يملكها أحد غير الله سبحانه هداية الدلالة قد يدل زائد عمرا على طريق لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحببته فيقول سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة هؤلاء الكفر لو أننا نزلنا إليهم الملائكة نزلت الملائكة من السماء ورآها الكفار عيانا وقالت لهم الملائكة ما عشر الكفار آمنوا نحن ملائكة الرحمن سنفعل بكم ونفعل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتة لو خرج الموتة من القبور وكلموا أهل الكفر وقالوا نحن متنا وعرض علينا العذاب في القبر وسئلنا وحصل لنا كذا وكذا ما آمن الكفار أبدا أيضا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما معنى حشرنا عليهم جمعنا له كل شيء قبلا قيل عيانا يرونه لو جاءت الأسود من الغابات وتكلمت وقالت للكفار آمنوا لو خرجت الحيتان من البحار وقالوا للكفار آمنوا لو جاءت النصور والسقور أمامهم وقالوا للكفار آمنوا لو جاء الدود وجاءت الثعابين والحياة وكل شيء تكلم وقال للكفار آمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآيات لا تنشي إيمانا إنما تزيد من هداه الله إيمانا لا تنشي إيمانا إلا من أراد الله له الهداية قال تعالى في كتابه الكريم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أما بين يدي الساعة إذا طلعت الشمس من غريبة وراءها الناس آمنوا كلهم أجمعون ولكن ذلك حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نوع بالآيات قد تنفع لكن تنفع من؟ من كتب الله له الهداية قصة غلام أصحاب الأخدود ولما قال للملك خسهما من كنانتي فاضربني به في مكان قائلا باسم الله رب الغلام أراد الله لهؤلاء القوم أن ينتشعوا بهذه الآية وإلا فالهداية من الله سبحانه وتعالى والآيات سبب فقط قد يجدي وقد لا يجدي قال تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فمعنى قبلا قيل عيانا ومعنى قبلا على قول آخر قبيلا قبيلا جاءت قبائل الجن قالت آمنوا جاء الذين في القبور قالوا آمنوا جاءت الحيوانات قالت آمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون لا تظن أن الهداية بيد البشر ولكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى الهادي هو الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يرونه عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فليعلم الجميع أن الهادي هو الله الذي يوفق هو الله ولذلك لم يستطع نوح عليه السلام هداية والده ولم يستطع الخليل عليه السلام هداية والده ولم يستطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية عمه فالأمر كله لله ما استطاع نوح أن يهدي زوجته وما استطاع لوط أن يهدي زوجته فالأمر لله من قبل ومن بعد قال تعالى وما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كل نبي له أعداء عدوا وكلما ازداد الشخص اقتراب من الله أيضا أعداؤه ينشطون لصد من شيطي الإنس والجن قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون موسى كان من أعدائه فرعون رسولنا من أعدائه أبو لهب وأبو جهل وغيرهم وهكذا الخليل عليه السلام كان في زمانه النمرود كل قوم كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من أولئك شياطين الإنس والجن فالشياطين من الإنس شياطين ومن الجن شياطين من الإنس شياطين ومن الجن شياطين عياذا عياذا بالله من هؤلاء وأولئك فلذلك لا يجوز للشخص أن يقول الله ماهدي الناس جميعا لا يجوز هذا الدعاء إلا إذا قصدت بالناس ناسا مخصوصين في مكان معين أما هداء الخلق كلهم ما ورد الدعاء بذلك فإن هذا الدعاء في اعتداء لأن الله قال هو الذي خلقاكم فمينكم كافر ومينكم مسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يزين بعضهم لبعض زخرف القول غرورا قول المزخرف المزين يزينه شيطان الإنس أي الجن لشيطان الإنس قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن مسلمة الكذاب يقول إنه يوحى إلي فقال صدق قال له شخص كيف تقول صدق يا ابن عباس كيف تقول صدق مسلمة قال نعم إن الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فشياطين الجن هم الذين قالوا هم الذين أوعزوا إلى مسلمة أن يقول إنه نبي قال بعض الألماء هم الذين لقنوه أن يقول والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما إن قريشا قوما يعتدون إلى غير ذلك من الترهات التي كان يقولها كما كان يقول ينقل عنه ينقل يا ضفضاع بنت ضفضعين نقي كما تنقين لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين فكذبه حتى بعضها الكفر كما يروى يروى عن عمر بن العاص أنه سمعه يقول ذلك وكذ كان عمر أن ذاك كافرا فقال أشهد على قفاك أنه قفاك كذاب على الله أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض الشياطين الجن يوحون إلى الشياطين الإنس ويقونهم ويزينون لهم زخرف القول المزخرف زخرفون لهم الأقوال وهل الملائكة تساعد أهل الإيمان وتعينهم على الكلم الطيب وتعينهم على الدعوة إلى الله نعم هذا كائن أيضا بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم اللهم أيده بروح القدس اهجهم وروح القدس معك وروح القدس معك وقد قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا قال تعالى في شأن الكفار كذلك جعلنا لكل النبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور القول الذي يغرهم ويخدعهم ولو شاء ربك ما فعلوه فلا تظن أن المنتهي إليهم ولا تظن هذا الظن إنما كل هذا بإذن الله ولذلك كما كان القائل يقول ماذا يملك ماذا سيصنع فيه أعدائه ما يستطيعون إلا أن ينفذوا فيه أمر الله فقط أما إذا لم يردني الله بسوء لن يستطيعوا أن ينالوا مني شيئا قال تعالى لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ذرهم وما يفترون هل الآية منسوخة منسوخة بيات السيف أو ذرهم وما يفترون لا تلتفت إليهم فإن من وسائل الوقاية من السحرة من وسائل الوقاية من السحرة اتركهم ولا تنشغل بهم كما قالت فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة هذا شيء من قوله فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمن بالآخرة أفئدة الذين لا يؤمن بالآخرة تصغى تميل إلى إيحاءات الشياطين شياطين للإنس والجن تقبل على إيحاءات شياطين للإنس والجن ويقبلون على الكلام القذر السيء فلذلك ترى الفساق يستمعون إلى الأغاني الساقطة الهبطة وترى أهل الصلاح يستمعون إلى كتاب الله عز وجل إذا تلي عليهم قال تعالى في شأن المبطلين وإيحاءات الشياطين ولتصغى إليه أي إلى وحي الشياطين شياطين الإنس والجن أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ليعملوا ما هم عاملون وليكتسبوا من الآثام ما هم مكتسبون ذلك أنت ترى شخصا لم يرد الله لا هداية إذا تكلم بكلام باطل يصغى إليه تكلم بكلام فيه فحش يصغى إليه تكلم بكلام فيه خير يرفضه كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أما أهل الإيمان فمع قول ربهم جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقد وعدهم الله وعد حق وعد صدق فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ففارق بين المؤمن وبين الفاسق وبين الكافر المؤمن يصغي إلى كل كلم من طيب والفاجر يصغي إلى كل كلام خبيث صدق الله إذ قال قد علم كل ناس مشربهم قال سبحانه ولتصغى إليه أي إلي إحاءات الشياطين وللأقوال التي تزخرف وتزين لتغر الناس ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمن بالآخرة صغت الأفئدة وردية القلوب وليرضوه بقلوبهم حيانا الشخص يسمع لكن لا يرضى بما سمع لكن هؤلاء استمعوا وردية قلوبهم بذلك ورتبوا على ذلك أعمالا فما أحسن النظم القرآني لتصغى لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمن بالآخرة وبعد أن تصغى تورد الأذن إلى قلوبهم فيرضونه وبعد أن يرضون هذا الباطل يعملون بمقتضاه وليقترفوا ما هم مقترفون أي وليكتسبوا من الآثام ما هم مكتسبون وليعملوا من سيء الأعمال ما هم عاملون فالاقتراف هنا فعل المحرمات وكسب المحرمات وقول الحرام إلى غير ذلك فهي نظم حسن إصغاء بالأذن ثم رضا بالقلب ثم ترتيب عمل على ذلك عياذا بالله من ذلك بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله ثم الشكر موصول لإخوان أصحاب هذه القناة وقناتهم وللعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين الله والمشاهدات جعلها اللهم نارة خير وبركة وعلم على الإسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته